اشتركوا في القناة في نهاية كل شهر يعني تعلن عن كمية النفط اللي صدرتها خلال هذا الشهر وعائداتها عائدات النفط للعراق خلال هذا الشهر وخلال هاي الشهر الماضية كانت تعلن واخرها هذا الشهر الماضي شهر مايس قالت انه يعني الان احنا في شهر حزيران قالت انه كمية النفط اللي صدرها العراق مبالغها تجاوزت الدعش مليار دولار طيب والعراق مثلما يتحدثون ثاني بلد في مخزون النفط وبلد مهم وصدر اربع ملايين معرفة جكت برميل يوميا فبلد البترون وهو كل اقتصاد وكل حياته معتمدة على تصدير النفط وانت تستغرب انه هذا بلد النفط بلد كل هاي المنتجات النفطية اذا بيستورد البانزين شهريا بخمسة مليار دولار سنويا من ايران اكثر من خمسة مليار خمسة مليار واربعمائة مليون دولار سنويا يدفع لايران استيراد البانزين طيب وين مصافي العراق انت تستغرب ورد ساعة سنة ما يقرب من عشرين سنة العراق لم يبني مصفة لم يبني مصفة واحدة بالعكس كان عنده مصفة بيجي ومصافة اخرى توقفت ومصفة بيجي فككوه ونقلوه وباعوه الى ايران الاغير ايران المليشيات فككته هذه المشتقات النفطية كان ينتج من المشتقات النفطية الكثير وكان يغطي حاجة العراق من البانزين وغيرها طيب لماذا نستورد احنا البانزين احنا بلد البلد النفط بلد المشتقات النفطية خمسة مليار واربعمائة مليون سنويا يتحدثون الان يقولون انه اكون الان مصفة يشتغلون بيقريب من كربلا ما اعرف وين ما باقي الاشي 97% منجز من عنده سيكون كذبة كبيرة لان ايران لن تسمح هات تجي هال المضالغ الكبيرة وين سيطرة على العراق متغولة تقبل بهذا الموضوع حكومات اجيرة لدى ايران هل تستطيع ان تتخذ قرار مثل هذا هذا القرار بمساس باقتصاد ايران وكل هذه الميليشيات وكل القوى الحاكمة العراق تعمل لصيانة ولإدامة الاقتصاد الايران ايران محاصرة صار لسنوات طويلة من قبل امريكا ودول كثيرة وما زالت واقفة على اقدامها لماذا؟ مع العراق تلت اربع اقتصاده يذهب الى ايران لماذا اسواقنا اسواق الخضر والفواكة وكل ما نزرع كله من ايران لماذا؟ لماذا لا نزرع شيئا؟ لماذا صناعاتنا كلها توقفت وانتهت مصانعنا لماذا؟ والصناعات الايرانية لدينا لماذا؟ لماذا البنزيل لماذا النفط لماذا الغاز هذي محطة في الكهرباء لماذا جئنا بمحطات كهرباء تشتغل على الغاز وانحنا ما عندنا غاز ليش؟ لكي نستورد الغاز من إيران ونتفعلها مبالغ مليارات الدولارات فبالتالي اقتصادي الإيراني واقف على السوق العراقية من يشتري اللوضاع الإيراني لو للعراق؟ خلي قلوا أنه ومن يحرس هذا الاقتصاد وهذه المشترات وهذا التسويق غير الميليشيات الحاكمة للعراق فبالتالي هذا وضع العراق من عام 2003 لحد الآن لم يبنوا مصفا واحدة يعني مصفا نفطي واحد ويتباه الكاظم يقول من البلدان الأكثر نموا اقتصادية في المنطقة ما هذا شكل النمو يعني صدر نفط هذا النمو كوين التنمية اللي عندك وهذه الأموال ويند توديها وشون صناعتك غير النفط يعني ما الذي تنتجه غير النفط النفط ينتج من قبل شركات أجنبية طهتوها عقود طويلة الأجل خمسين سنة ومئة سنة وتستغل وتأخذ منتكم فلوس وتشغل ناس أجالب من العراقيين وبالتالي تطيكم فلوسها وتطيكم فلوسكم وتأخذ فلوسها هذا سمو نمو يعني لأنه صدرون بدعش مليار وأربع ملايين ما عرفش قد هذا النمو هو هذا هو ذي تشق قياس هكذا يتحدث وتباهى الكاظومي رئيس الإزراع الحالي بأننا العراق أكثر نمو كأنه حقق في الشيء منجز ما الذي حققته ماذا تنتج أنتك؟ أين الصناعة العراقية؟ أين الزراعة العراقية؟ أين التجارة العراقية؟ أين كل هذا؟ هذه الكذبة الكبيرة وبالتالي إحنا يعني أمورنا تتطور في حجم المستوردات لا تقل لأن إيران اقتصادها يجب أن يتوسع وعلى حسابنا نعم على حساب العراقي فإذن حاجة العراقين يجب أن تكبر وإيران يجب أن تدفع أكثر أن تدفع لنا المواد أكثر تضخ لنا مواد وندفع لها أموال أكثر نستورد أكثر لكي ندفع أكثر وبالتالي اقتصادنا وأموالنا كلها تذهب إلى الخارج ولا يستفاد من المواطن العراقي ولا البنزين في بلد النفط يستورد من الخارج يعني غريبة عجيبة الحقيقة هذا وضع العراق وضع بائس حتى هذه الصناعة النفطية اللي معيشتهم اللي كل أمل كل أملهم كل فسادهم كل خرابهم كل ميليشياتهم كل قواهم تتمول من هذا النفط لم يحافظوا عليها بحيث لم لم يستغلوا الغاز اللي يخرج منه لم ينشئوا مصافي على الأقل هم تفيدهم هم تربحهم لكن يجب أن تربح إيران أولا واخيرا إيران يجب أن تبني مصافي وإحنا نود النفط العراقي إلى إيران يصف ندفع لهم نفط نحمل النفط وهذا بأموال طبعا نقل إلى إيران ندفع عليه على إيجور حتى ننقل نفطنا إلى إيران ندفع عليه إيجور وهناك يصف ندفع عليه إيجور ويعود النبانزين ندفع عليه إيجور لاحظوا قضية مثل الغاز نفس القضية وبالتالي نحن في مصيدة كبيرة هذا الوضع العراقي بالضبط وهذه فوضة الاقتصادي وهذه فوضة السياسية اللي تحكمها الفوضة السياسية وهذا وضع العراق بكل دقة وبكل صراحة وبكل شفافي هذا وضع العراقي ومن يقول عكس هذا كذاب ويكذب على العراقين ويحاول التضليل هذا وضع العراق وبالتالي العراق مملوك لإيران واقتصاده مملوك لإيران وهذا ما يأتي للعراقين هو الفتاة والباقي انتشائل اقتصاده إيران وتسليح إيران والحرس الثوري والميليشيات حكمه ويدز لك المخدرات وغير المخدرات هذا وضع العراق حقيقة وهذا وضع اقتصاده وهذا وضع ثروات النفطية هذه الثروات مشتقات النفطية اللي كان يصدر من عده العراق عندنا مصافي حتى في الحرب العراقية لإيران ثمان سنوات كان يصفي ويبيعه الآن كل شيء نستورده كل شيء يتعلق بمشتقات النفطية نستورده مو فقط البنزير والدهن والتسي اويل وغيرها كل كل هذه نستورده وكلها من ايران مع رسف الشديد هذا وضع العراق أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك أعين استربيعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة